وكشفت منظمة مصابقة جونيريك الذهب سميرة حاجة جيلاني عن تنظيم وقفة تكريمية للفنان الراحل المبدع ريم غزالي وكذل فنان المصري الراحل طارق عبدالعزيز صديق الجزائر عبدالرحيم ابو نمري ثانية طبعا هذه دبناها ريم غزالي اللي يرحمها أولاً أن ريم كفنانة كمخرجة كمنتجة أنا في أناريم تبعتها هي في سن يعني أنا أعتبرها بنت لي وتبعتها من المنتجين والمنتجات اللي عندهم شجاعة من الناس اللي يحبوا هذا الوطن فيما يخص تارق عبدالعزيز طارق عبدالعزيز من الممثلين اللي يحبوا الجزائر أنا صديق ويحب الجزائر كثير كثير ومن الممثلين أونجاجي صديق كانت عنده مواقف كانت عنده مبادئ يعني في أشياء كثيرة وفي قضايا كثيرة على رأس القضية الفلسطينية يعني تأخذوا تشوفوا المواقف تحتها وكلها مواقف جريئة فيما يخص القضية الفلسطينية في وقت لكثير من الممثلين والفنانين رفضين يتكلمون هذا وقالت منظمة مستبقة الجنريك الذهبية سميرة حاج جيلاني على أن الجمهور الجزائري على موعد قريبا مع عرض فيلم أحمد باي الذي طال انتظاره عبد الرحيم بنمري مرة أخرى أنا أعطيتش تاريخ لكن نقول لكم أن الفيلم 90% كامل بقيت في بعض التلقيات يعني تأخرنا شوية لأن المخرج تعبان لكن الفيلم سيكون في أقرب بقت يخرج ويشوفوا الشعب إن شاء الله ويتمتع الشعب بهذه التحفة التاريخية ما فيش تحفظات ما كان حتى تحفظ أنا أعطيك رد فعل لجنة القراءة ولا ملاحظة أضع وكشفت المنتجة سميرة حاج جيلاني عن رغبتها في إنجاز فيلم حول الرهائن الأمريكية وتدخل الجزائر في إنقاذها لإبراز دور وهمية الجيش الجزائرية الرهائن فيلم الرهائن الرهائن الأمريكيين وتدخل كيف دخلت الجزائر وخرجت الرهائن ندار الفيلم أغو لكن لم يقل كلمة واحدة عن الجزائر أحلم أن أعمل أفلام على مثلا شوف الجيش تعنا عنده تاريخ كبير لكن مولا حد يعرف الأشياء اللي عملها الجيش لماذا لا يعني الجيش يخرج أنا لما نشوف المتحدة في مصر قامت بتصوير عشرين مسلسل أغلب المسلسلات وأنتم تعرفوا إلى من تنتمي المتحدة في مصر لماذا لا يكون لنا هنا لماذا لا يكون لنا نفس الشيء وإحنا حاضرين أننا نعمل مع الجهات المخصصة لهذه الشيء ونخرج الصورة هذه للناس ما يعرفوهاش هذا وضح المخرج الجزائري محمد حزر لسبب تهجمه وخلافه عن تنظيم الطبعة السادسة لمهرجان عن نابا للفيلم المتوسطي وسبب غيابه عن الطبعة لا والله يعني هذا فيه سوء تفاهم فيه سوء تفاهم أنا ما كنتش نروح خطر ما كنتش نحضر لأنني خارج من عملية جراحية ما عنديش مدة من ليدرته ما كنتش نروح ولكن كان من اللياقة أن المهرجان عن نابا جاء من بعد مهرجان قسانتينا وكنا سببا في البداية بشيكون هذا المهرجان وشي اللي يؤسف أن الرئيس المهرجان صديق كان يكلمني ويقول لي يعني يقل كلمني ولكن ما كلمنيش خلاص ما ربما معرف جاتوا توجيهات بشي من حضر حاجة من هذا النوع لكن معليش ربي أنا المهم أن المهرجان عن نابا يبقى ويبقى متواصل وينجح أكثر من هذه حضر حضر لي ولا مش حضره هذا مهم